بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة اليوم المحاضرة السابعة بعنوان عمليات البنوك التجارية مقرر النقود والبنوك أستاذ دكتور محمد أحمد الأفندي مدرس المادة حسام علي الحلالي البنوك التجارية لا تمارس فقط دور البسيط المالي بين المدخرين والمستثمرين وإنما تقوم أيضا بعملية الإقراط والاستثمار وبذلك تقوم بخلق النقود التي أصبحت أهم وظيفة للبنوك التجارية فالبنوك التجارية هي في الأساس كانت وظيفتها الوساطة بين المدخرين والمستثمرين إلا أنه تطورت عملية العملية إلى أن أصبحت قادرة على خلق النقود وهذا ما سنعرفه في هذه المحاضرة إن شاء الله ولا بد من التعريف أولا على ميزانة البنك التجاري التي تشمل جانب موارد الخصوم أو موارد البنك التي هي الخصوم أو استخدام الموارد أو الأصول كما في القيد دائن ومدين موارد واستخدامات البنوك التجارية أو ميزانية البنوك التجارية تعرف موارد البنوك بأنها الخصوم أو المطلوبات على البنك والتي تمثل التزامات عليه أو قروض على البنك فهذه الخصوم هي عبارة عن ما يترتب على هذا البنك من مطلوبات للآخرين مقابل هذه الوداع التي تم إداعها في هذه البنوك استخدام الموارد أو الأصول توظف هذه الموارد في مجالات القروض والاستثمارات المخصصة كما سنعرف لاحقا فهذه الموارد التي هي عبارة عن الخصوم التي أودعت أو دعها المودعون في هذا البنك فيقوم البنك باستخدام هذه الموارد وتوظيفها في مجالات القروض والاستثمارات المخصصة من الملاحظ أن بنود كل من الموارد والاستخدامات تشكل ما يسمى بميزانية البنك التي تعبر عن المركز المالي في لحظة زمنية محددة ولسنة واحدة بمعنى أن الخصوم ويقابلها الأصول تشكل ميزانية البنك كما سنرى لاحقا ميزانية البنك التي تعبر عن المركز المالي في لحظة زمنية محددة ولسنة واحدة وفي المعادلة نرى أن الأصول تساوي الخصوم زائد رأس المال فمجموع رأس المال الاحتياطي زائد الخصوم إجمال الوداع التي تم إداعها تساوي إجمالا مجموع الخصوم الأصول رمز لها الكاتب بالرمز إي بتساوي الخصوم زائد كي إلى احتيار رأس المال الاحتياطي إذا أردنا أن نعرف كم رأس المال كم حصة أصحاب رأس المال أصحاب البنك في هذه الأصول فبحسب هذه المعادلة الأصول تساوي الخصوم زائد رأس المال فنخرج الخصوم إلى الجانب الأيمن فتكون الأصول ناقص الخصوم يعطينا رأس المال ميزانية البنوك التجارية هذه ميزانية نمطية للبنوك التجارية نبدأ بالخصوم إذا أراد أحد التجار أو أحد أصحاب البنوك أن ينشئ بنك يجب عليه أن يكون له موارد ذاتية هذه الموارد الموارد الذاتية عبارة عن ما يملكه هذا الطرف الذي يريد أن يؤسس هذا البنك فالموارد الذاتية مكونة من رأس المال المدفوع من أصحاب البنك الذين أنشأوا والاحتياطيات بأنواعها المختلفة سواء كانت احتياطيات بأمر البنك المركزي وإحتياطيات اختيارية باتباعاً لسياسات البنك المتبعة لأعمالها المختلفة أيضاً أرباح غير مزعى التي يحتفظ بها الملات لمواجهة أي أخطار تواجه هذه البنوك البند الأول في الخصوم الموارد الذاتية البند الثاني الموارد الخارجية والموارد الخارجية هي عبارة عن ما يتلقى هذا البنك من ودايع مختلفة سواء كانت وداع جارية وداع الأجل وداع الأدخار وداع مخصصة وداع بالعملة الأجنبية أو وداع الحكومة إجمال هذه الوداع تعتبر الموارد الخارجية التي يعتمد عليها البنك في أعماله البنكية اثنين قروض من البنك المركزي ومن البنوك المحلية الأخرى قد يلجأ البنك التجاري أن يأخذ أموال من البنك المركزي أو من البنوك المحلية الأخرى وهذه القروض هي عبارة عن قروض وليست ملكا لأصحاب البنك الذين أنشأوا ثلاثة الالتزامات الخارجية وهي الأموال التي تخص بنوك بالخارج أو حسابات غير المقيمين في الداخل فهذه إجمالا تعتبر إجمال الخصوم أو المطلوبات أو الالتزامات التي لهذا البنك هذه الخصوم يقابلها الأصول أو الموجودات أي بمعنى هذه الأموال التي دخلت في البنك أين ستذهب وكيف سيتم استخدامها أو استثمارها أول استخدام لهذه الأموال التي لدى البنك الاحتياطيات سواء كان نقض محلي بالخزائن في خزائن البنك أو أرصدها لدى البنك المركزي كان يأخذ البنك المركزي الحصة التي افترضها على هذا البنك أو أرصدها لدى البنوك المحلية بنوك أخرى وهذه الأرصدات تخص هذا البنك أو أرصدها أيضا تخص هذا البنك في البنوك الخارجية هذا ما يقصد بالمراسلين إذن أول بند من بنوك الاستخدام هذه الأصول على الاحتياطيات اثنين أصول خارجية حسابات مع المراسلين كما رأينا في المحاضرة السابقة إذا أراد أحد التجار أن يشتري من الخارج فيفتح الحساب في البنك المحلي ويضع أموال والبنك المحلية يقوم بالتراسل مع البنك الخارجي إذن هذه حسابات مع المراسلين إذن هذه أموال هذا البنك لدى البنك الخارجي اثنين حسابات غير المقيمين وحسابات أخرى هذه تعتبر أصول خارجية استثمارات قصيرة الأجل وهذه التي تنشط البنوك التجارية في العمل بها سواء كانت أذون خزانة أو شهادات الإداء أو السمسندات أو خصم أوراق تجارية كل هذه تعتبر استثمارات قصيرة الأجل لأن مدتها أقل من سنة قروض وسلف إلى القطاع الخاص أو المؤسسات العامة والمختلطة أو الحكومة إذن هذه الميزانية مطعية للبنوك التجارية الجانب الأيسر يمثل جانب الخصوم أو المطلوبات واللتزامات مكون من الموارد الذاتية والموارد الخارجية وقروض من البنك المركزي ومن البنوك المحلي الأخرى أيضا الالتزامات الخارجية ويقابل هذه الخصوم الأصول أو الموجودات والتي تعني أين ذهبت هذه الخصوم وإن ذهبت هذه الأموال وتم استخدامها في الاحتياطيات بمختلف أنواعها أو أصول خارجية أو استثمارات قصيرة الأجل أو قروض وسلف للقطاعات المختلفة إذا كانت الخصوم إذا رأينا في هذه الميزانية ووجدنا أن جانب الخصوم أكبر من جانب الأصول بمعنى أن الال أكبر من الاي فهذا يعني أن المركز المالي للبنك سيء بمعنى أن البنك مديون وعليه أموال كثيرة وموقفه المالي صعب لأن رأس المال سالب والتزامات البنك أكبر من أصوله أو موجوداته أما إذا كانت الأصول أكبر من الخصوم بمعنى أن الاي أكبر من الال فهذا يعني أن المركز المالي للبنك جيد ومناسب أولا جانب الموارد تتكون موارد البنك من موارد ذاتية زائد موارد خارجية الموارد الذاتية رأس المال المدفوع من المساهمين والمالكين للبنك اثنين الاحتياطيات وهي نوعين من الاحتياطي قانوني يفرضه البنك المركزي واحتياطي اختياري بناء على سياسات إدارة البنك التي تقوم على تشغيل هذه الأموال زائد أرباح غير موزعة هذه الأرباح هي عبارة عن مخصصات خاصة بالملاك الفترات السابقة ولكن رأى القائمون على إدارة البنك أن تكون هذه الأرباح تكون لدى البنك ولا توزع للمالكين لاحتياطات احتياطا أو لمواجهة أي أعباء أو خسائر ألف الاحتياطي القانوني بموجب قانون البنك المركزي بحسب أولويات السياسة النقدية فإذا كانت نسبة احتياط القانوني مرتفعة فهذا يعني تقييد الاعتمان وكأنه لا يسمح للبنك بالتوسيع على الاعتمان والإقراض والاقتراض للمدعين للمستثمرين أما إذا كانت نسبة الاحتياط القانوني منخفضة فهذا يعني أن البنك المركزي يسمح أو يهيئ الفرصة لهذا البنك أن يوسع في الاعتمان ويقرض المستثمرين بمبالغ أكبر نسبة المبالغ المقرضة ستكون أكبر احتياطي اختياري وهذا يتم تخصيصه من قبل إدارة البنك لدعم المركز المالي للبنك وتعزيز ثقة المتعاملين مثلا احتياطي مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها فالبنك يخصص مبالغ معينة للديون التي يشك أنها قد يتعثر أصحابها في أدائها فتكون هذه المخصصات وهذه المخصصات تواجه من رأس المال المدفوع حق المساهمين والمالكين وأيضا من حصة الأرباح غير المزعة أرباح غير المزعة مخصصات تحددها إدارة البنك لمواجهة أي خسائر محتملة وضمان حقوق المودعين في حالة انخفاض القيمة الحقيقية للأصول لأن حقوق الملاك في البنك التجاري هي عبارة عن ضمانة لأموال المودعين ولا يتم تشغيلها فهي أموال مجمدة بحسب سياسة هذه البنوك التجارية الموارد الذاتية تسمى حقوق الملكية أو الحسابات الرأسمالية بمعنى أنها تتبع ملاك هذا البنك والذين أنشأوه وتفضل البنوك لا تستخدمها في عمليات الإقراض والاستثمار وإنما لحماية حقوق المودعين وبعث الطمأنينة بالمركز المالي للبنك أنواع رأس المال واحد رأس المال الأساسي ويشمل كل من رأس المال الموضوع وزائد الاحتياطيات القانونية زائد الأرباح غير الموزعة هذه الأنواع الثلاثة تتبع ملاك البنك رأس المال المساند ويشمل كل من احتياطي إعادة التقييم الأصول بالقيمة السوقية ماذا يعني احتياطي إعادة التقييم بمعنى أن البنك هذا يملك من الأصول عدد من الأصول سواء كانت مباني أو كانت معدات فيقوم البنك بإعادة تقييمها فيظهر أن قيمتها السوقية قد ارتفعت فهذه القيمة أو انخفضت سواء ارتفعت أو انخفضت فهذا يسمى رأس المال المساند فإذا ارتفعت هذه القيمة فكأنها إضافة إلى رأس المال الأساسي أما إذا انخفضت فهذه تعتبر خسارة ويتم واجهتها من حقوق ملاك هذا البنك رأس المال المساند أول بنت احتياطي إعادة التقييم الأصول للأصول بالقيمة السوقية زائد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لا بد أن يكون هناك مخصص لأن البنك قائم على أساس المتاجرة بالديون ولذلك لا بد أن يواجه ديون متعترا لن يستطع أصحابها أن يقوموا بأدائها في أوقاتها المحددة وبالتالي لا بد من عمل مخصص لهذه الديون المشكوك في تحصيلها زائد المخصصات الاختيارية وهذه تفضع بحسب سياسة إدارة البنك الموارد غير الذاتية الخارجية وهي الوداع المختلفة زائد القروض من الجهاز المصرفي إذن لها مصطرين الوداع المختلفة من الأفراد بمختلف أنواعها سواء كانت جارية أو آجلة أو مخصصة زائد القروض من الجهاز المصرفي بمختلف تشكيلاته سواء كان البنك المركزي أو البنوك التجارية الأخرى أو المؤسسات المالية الأخرى الواحد الوداع تشكل هذه الوداع المصدر الأساسي لموارد البنوك التجارية وتعتبر قروض على البنك للمودعين وهذه الوداع هي الهدف الأساسي من إنشاء هذا البنك التجاري وهي التي يقوم بإعادة إقراضها للأفراد الآخرين أو لمن يطلبها من المستثمرين فهذه الوداع هي الهدف من إنشاء هذا البنك التجاري أنواعها الوداع الجارية الوداع الآجلة الوداع الإختار الوداع الإدخار وسنعرفها اتباعا الوداع الجارية هي الوداع تحت الطلب وتسمى بالحسابات الجارية وهي من مكونات M1 الوداع الجارية تعرف تعريف الوداع الجارية مبلغ من المال يودع لدى البنك مع تعهد البنك برد مبلغ الوديعة كليا أو جزئيا عند طلب صاحبها وهو في أي وقت يرغب المودع بدون أن يدفع البنك أي فوائد على هذه الودع بمعنى أنها مبالغ لا يستفيد صاحبها بأي فوائد من قبل البنك لأنه أو دعها للبنك ولم يأذن له بالعمل بها وكانه يقول له أو دعتها في هذا البنك للحفظ وسأأخذه في أي وقت أريد فهذه الودع البنك لا يعطي عليها أي فوائد أو أرباح لأن صاحبها سأخذه في أي وقت سماتها يتمتع صاحب الودع بحق السحب من حسابه الجاري حيث يلتزم البنك بالدفع حالا الودع الجارية تعتبر المصدر الرئيسي لسيولة البنك وبحسب نسبتها إلى إجمال الودع يحدد قدرة البنك على التوسع في الإتمان وخلق النقود والرغبة في الاستثمار يعتمد على نسبة هذه الودع إلى إجمال الودع الموجودة في البنك مثال قام شخص بإذاع ألف ريال في البنك ألف كوديعة جارية في ظل احتياطي قانوني يحددها البنك المركزي بعشرة في المية نرى أن ميزانية البنك ألف الآن لدينا ميزانية البنك ألف في حال استلم الودع استلم هذه الودع في استلمها وديعة جارية وإجمالها ألف يقوم البنك بخصم الاحتياطي القانوني عشرة في المية عشرة مئة مئة ريال ويتبقى من الألف تسعم مئة تصبح احتياطي فائض في خزانة البنك الإجمالي ألف ريال فإذا قام البنك بإقراض هذا المبلغ الاحتياطي الفائض كليا أو جزيا إلى مقترضين آخرين فإن الميزانية ستكون كما يلي في جانب الخصوم لن يتغير الأمر لأن الودع ما زالت ألف ريال والإجمالي ألف وهذه تعتبر ديون على هذا البنك أما في جانب الأصول فسيتغير المئة العشرة في المئة والتي تساوي مئة ريال احتياطي قانوني وتسعم مئة ريال بدل أن كانت احتياطي في ميزانية البنك تحولت إلى قروض إجمالي الأصول الآن مئة احتياطي وتسعم مئة قروض الإجمالي ألف ريال النسبة المرتفعة للوداع الجارية إذا كانت هذه الوداع الجارية نسبتها عالية مقارنة بالوداع الأخرى تعني أن البنك أكثر احتراسا سيكون أكثر احتراسا واهتماما باعتبارات السيولة لأنه يتوقع أن يأتي أصحاب هذه الوداع ويطلبها في أي لحظة لذا فإنه لن يجازف بتوظيفها أي إعادة إقراضها في قروض استثمارات طويلة الأجل وإذا أقرضها سيقرضها في لمدة محدودة أو منخفضة أما النسبة المنخفضة للوداع الجارية تعني أن نسبة الوداع لأجل أكبر لمعنى أن الوداع الأخرى أكثر من هذه الوداع الجارية وهذا ما يبعث على الإطمئنان لإدارة البنك ويشجعها على الإقراض وإلى الأجل لأن أغلب المبالغ المودعة لديها ليست ودايع جارية وإنما كان أصحابها أذنوا للبنك أن يعيد استثمارها وإقراضها للآخرين مقابل أن يحصلوا على الفوائد المتفق عليها لكل عام البنك المركزي يحدد على هذه الوداع نسبة تسمى احتياط قانوني وهذه النسبة تعتبر احتياطي قانوني لمواجهة طلبات المودعين وكضمان لحقوق المودعين كما أنها تعد أحد أدوات السياسة النقدية فإذا أراد البنك المركزي أن يحيي الفرصة للبنوك التجارية أن توسع من ائتمانها فيقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني أما إذا أراد أن يقيدها فيقوم برفع نسبة الاحتياطي القانوني وهذا يقيد عمل البنوك التجارية الوداع الجارية وظيفتها تعكس الطلب على النقود لأغراض المعاملات هذه الوداع الجارية بمعنى أن الذي أودع هذه الأموال في هذا البنك هو بحاجة هذه الأموال وسيطلبها في أي لحظة كأن تكون عليه التزامات مرتبات أو التزامات أجور تشغيل أو تكاليف تشغيل وسيحتاجها ولا يستطيع أن يستغني عنها فالوداع الجارية تعكس الطلب على النقود لأغراض المعاملات تستخدم الحسابات الجارية للأفراد يستخدمها الأفراد كما تستخدمها الشركات وتستخدمها الجهات الرسمية بغرض الوفاء بالالتزامات الوداع الجارية يطلق عليها الوداع الثابتة وهي من مكونات امتو وارتفاع نسبتها يعني الطلب على النقود للدخار أكبر بمعنى أن المودعون لا يحتاجون هذه المبالغ لأغراض المعاملات لأغراض المعاملات وإنما يحبذون أن تكون هذه الدخار أكثر ويحتفظون بها في هذه البنوك مقابل أن تعطيهم البنوك فوائد مقابل المدة التي وضحوها في هذه البنوك تعريفها الوداع الجاء الآجلة هي مبالغ نقدية يقوم الأفراد أو الشركات بإداعها لفترة زمنية معينة ويلتزم البنك بردها في الوقت المتفق عليه بين البنك والمودع مقابل أن يحصل المودع على فائدة ثابتة عليها الوداع بإختار تتطلب قيام المودع بإشعار البنك بالسحب قبل وقت مناسب من تاريخ سحبها مقابل ذلك يدفع البنك فإذا عنها بمعنى أن هذه الوداع بإختار لا تكون كالوداع الآجلة مثلا لمدة سنة وإنما المودع يقول للبنك أنني قد أحتاجها في المدة الفلانية فإذا احتجتها فسأقوم بإشعاركم أنني أريدها قبل وقت مناسب من تفق عليه بين الطرفين فيقوم بإشعارهم مثلا قبلها بشهر أو قبلها بسبوعين فيقوم البنك بترتيب هذه الأموال وتجهيزها لصاحبها وفي المقابل يدفع البنك لصاحب المال فائدة عن المدة الماضية التي بقيت فيها هذه الأموال في البنك وداع على الدخار يودعها الأفراد كوداع الدخارية الشخصية وتتم بشروط يحصل أصحاب هذه الوداع على دفتر يسجل فيه دفعات السحب والإداء وفي القالب هذه الوداع الدخارية تكون لصغار المودعين تفرض البنوك سقف أعلى لمبلغ الودع لا يجوز تجاوزه لأنها تعتبر من المدخرات البسيطة فإذا زادت عن هذا الحد فتتحول إلى وداع جارية أو وداع الأجل الوداع الأخرى التي ذكرناها سابقا ثلاثة يلزم البنك بدفع فائدة محددة وثابتة عن هذه الوداع للدخار قروض من البنك المركزي والبنوك التجارية من الخصوم والأموال التي يتلقى هذا البنك التجاري قد يقترض البنك التجاري من البنك المركزي والبنوك التجاري الأخرى وهذا يشكل أحد مصادر موارد البنك التجاري لتمويل حاجة طارئة وبصورة مؤقتة لماذا تعتبر لحاجة طارئة؟ لأنه لا يحبذ البنك التجاري أن يلجأ كثيرا إلى البنك المركزي السبب الأول أن البنك المركزي الفوائد التي يطلبها أعلى من البنوك الأخرى والأمر الآخر وهو الأهم أن البنك المركزي كلما لجأ له هذا البنك التجاري فستضح للبنك المركزي أن هذا البنك التجاري أموره المالية غير منضبطة وبالتالي يبدأ يركز عليه ويزيد عليه من الرقابة والتشديد ورفع النسب حتى لا تضيع أموال المدعين التي لديه هذا النوع لا يشكل نسبة كبيرة من موارد البنك النوع الأخير الذي هو موارد المالية أو القروض من البنك المركزي والبنوك التجارية ويفضل أولا إذا حصلت له أمر طارئ البنوك التجارية يفضل أولا الاقتراض من البنوك التجارية نظرا لسهولة الحصول عليها وأيضا لانخفاض سعر الفائدة معايير تصنيف الوداعة أولا حسب جنسيتها أو ملكيتها هناك التزامات خارجية وتعتبر وداع بنوك أجنبية لدى البنوك أو وداع غير المقيمين لدى البنوك المحلية هذه تعتبر التزامات خارجية أما الوداعة المحلية فهي وداع إما للأفراد بمختلف أنواعها جارية أو آجلة أو الدخارية مخصصة وأيضا وداع البنوك المحلية ووداع حكومية ووداع القطاع العام بحسب نشأتها وأصلها هناك وداع عصرية حقيقية وهذه ناشئة من إداع نقود حقيقية بمعنى أن هناك أفراد حقيقيون جاءوا ووضعوا هذه الأموال أو دعوها في هذا البنك نقود حقيقية أما الوداعة المشتقة والإثمانية فهي هذه النقود تخلقها البنوك التجارية من نقود الوداعة الحقيقية وسنعرف كيف يتم خلق النقود في البنوك التجارية في هذه المحاضرة إن شاء الله ثلاثة حسب حركتها عبر الزمن هناك وداع نشطة بمعنى أن فيها كثرة إداع وسحب وتتميز هذه الوداعة النشطة تتميز بها الوداعة الجارية ولذلك كلما كان نسبة الوداعة الجارية عالية هذا يحفز أو يجعل إدارة البنك لا تتسرع وتستثمر أموالها في استثمارات طويلة الأجل وداعة خاملة وهي تعتبر ثبات نسبي أي بأن معنى أنها لا تتحرك كثيرا وهي تميز بها الوداعة الادخارية والوداعة الآجلة والوداعة المخصصة وهي المقيدة وهذه التي تكون مرتبطة بشيء معين مثل الضمانات والاعتمادات المستندية ثانيا استخدام الموارد أو الأصول استخدام الموارد يمثل جانب الأصول في ميزانية البنوك التجارية وتوظيف الموارد يتم وفقا لتقدير دقيق لإدارة البنك والموازنة بين اعتبارات الربحية والسيولة ويعتبر مقياسا لنجاح وكفاءة إدارة البنك ماذا تعني اعتبارات الربحية والسيولة فإذا كانت نسبة الوداعة الجارية عالية فإن البنوك ستميل إلى اعتبارات السيولة أكثر لتوقعها أن أصحابها سوف يطلبونها في أي لحظة أما إذا كانت من أنواع الأخرى الآجلة والتي يستطيع البنك أن يعيد استثمارها لمدة طويلة فتكون اعتبارات الربحية فيها أعلى وهذه التقديرات تقدرها إدارة البنك بناء على النسبة التي حصلت عليها من هذه الإداعات الاحتياطيات الغرض الأساسي منها هو الحفاظ على مستوى معين للسيولة في البنك حتى يحافظ البنك على سمعته أيضا ودعم المركز المالي للبنك ومواجهة طلبات السحب هذه كلها أهمية الاحتياطيات حتى يحافظ البنك على سمعته ومتى ما جاء أحد من المودعين وخاصة أصحاب الوداع الجارية يريد أمواله فيجد أن أمواله حاضرة في أي وقت يريدها أنواعها النقد المحلي بالخزائن هذه الاحتياطات قد تكون عبارة عن نقد محلي موجودة في خزائن البنك أو أرصدت الاحتياط القانوني في البنك المركزي وهذه موجودة عند البنك المركزي أو أرصدت نقدية في شكل ودايع في البنوك الأخرى محلية أو خارجية المعروفة بالمراسلون بغرض تسوية تعاملات خاصة بالبنك أو بعملاء البنك زيادة حجم الاحتياطيات عن الحد الملائم إذا زاد حجمها هذا يعني إضعاف قدرة البنك على منحة الاعتمال وهذا يؤدي إلى التقليل من فرص الربح كيف إضعاف قدرة البنك؟ مثلا يكون البنك التجاري أمواله 100 مليون ريال فإذا زادت الاحتياطيات البنك المركزي يفترض نسبة احتياط 10% المفترض أن يجنب 10 مليون ومثلا مثلها 10 مليون أخرى كاحتياطيات اختارية و80 مليون يشتغل بها هذا البنك أما إذا زاد حجم الاحتياطيات عن 20 مليون مثلا وصلت إلى 30 مليون 50 مليون هذا يعني أن البنك لم يشتغل إلا بنصف ما لديه من الأموال يعني إضعاف قدرة البنك على منحة الاعتمال وهذا يؤدي إلى التقليل من فرص الربح قلة الاحتياطيات عن الحد الملائم إذا جاز في البنك وخفف الاحتياطيات عن الحد الملائم والذي يحافظ على سمعة البنك التجارية فهذا يعرض المركز المالي للخطر ويعرض سمعة البنك للخطر نسبة الاحتياطي النقدي في بنوك الدول النامية مرتفع نلاحظ أن نسبة الاحتياطي النقدي في البنوك التجارية في الدول النامية مرتفع وهذا يفسر ضعفها في أحمل التنمية لأنها لا تشغل هذه الأموال بالتشغيل المناسب والملائم أرصدت الأوصول الخارجية هي عبارة عن ودايع البنك التجاري في بنوك أجنبية بمعنى هذه الأموال هي تابعة في الأساس لهذا البنك التجاري وهي مودعى لدى بنوك خارجية بهدف إتمام متطلبات تعاملاتها تجارية سواء تصوية مدفوعات أو للدخول في استثمارات جديدة استثمارات قصيرة الأجل لها عدة أشكال واحد شراء ذون الخزانة الحكومية أو السندات الحكومية أو شراء الأسهم أو خصم الأوراقة التجارية كل هذه الاستثمارات الهدف منها توظيف يدر عائد وتتميز هذه الاستثمارات القصيرة بسهولة تحويلها إلى نقود في الأجل القصير كيف تكون سهولة تحويلها إلى نقود في الأجل القصير لأن المدة المتبقية للحصول على هذه الأموال مع الأرباح المترتبة عليها الفوائد تكون قريبة لأنها قصيرة الأجل فيمكن بيعها لأفراد آخرين وانتظروا باقي هذه المدة القصيرة ويحصلوا على الأموال مع الأرباح فتكون سهلة التحويل إلى نقود هذه الاستثمارات تجمع بين مبدأ الربحية ومبدأ السيولة مبدأ الربحية لأنها اشتغلت وحققت أرباح ومبدأ السيولة لأنها عادت سريعا واستطاع البنك أن يحافظ على الأموال الموجودة لديه ويحافظ على سمعته ويؤدي الحقوق التي عليه في الوقت المناسب القروض والسلف تعتبر المحفظة الرئيسية في توظيف الموارد لأنها تحقق عائدا أعلى وفي المقابل سيولة متدينية بمعنى أن البنك عندما يقوم بإعادة إقراض هذه الأموال إلى أفراد آخرين فهذا يحقق له عائد لأنه سيحصل على فوائد منهم وفي المقابل ستكون السيولة التي لديه قليلة لأنه أقرضها لآخرين يتحقق مبدأ الربحية فيها على حساب مبدأ السيولة فالقروض والسلف يكون فيها مبدأ الربحية أعلى من مبدأ السيولة لأن القروض لا يمكن تسليلها إلا وقت سدادها الاستثمار الطويلة الأجل هي الاستثمار في الأسهم والسندات وهذه عادة تعرف بأنها طويلة الأجل وهذا يحقق مبدأ الربحية فيها عالي الأرباح فيها عالية لكن لا يستطيع أن يعيد الأموال في وقت مناسب أو وقت قصير سيولة هذا النوع ضعيفة أي تسليل هذا النوع يعادة فيها ضعيفة لأن الأفراد الآخرين عندما تريد أن تقنعه بأن يشتري منك هذه الاستثمار الطويلة الأجل فيصعب عليك إقناعهم لأن المدة طويلة بعكس استثمارات قصيرة الأجل لأن المدة قصيرة عندما تقول له انتظر شهرين واستلم هذه المبالغ مع الأرباح المتفق عليها أو تقول له انتظر سنة أو سنتين أو أربع سنوات فيكون إقناع الأفراد ببيع هذه الأموال في الاستثمار الطويلة الأجل أصعب من القصيرة الأجل ولذلك سيولة هذا النوع ضعيفة جدا أو يتم تسيلها بخسارة كبيرة ممكن أن تقنعه مقابل أن تخصم من القيمة مبالغ كبيرة حتى تغريها أن يقبل بهذا الشراء هذه الرسمة تبين لنا أصول وفق موارد البنك مكونة من رأس المال الاحتياطي وهو ملك لأصحاب البنك الودائع التي تلقاها البنك من المودعين مختلف أشواء أشكالهم وأنواعهم قروض البنك المركزي التي قد يقترضها من البنك أو قروض البنوك الأخرى هذه إجمالا تعتبر موارد البنك وهي تعتبر مخصوم على هذا البنك يقوم البنك بتوظيف هذه الموارد هذه الموارد تمثل الأصول واستخدام هذه الموارد هي عبارة عن الاحتياطيات بمختلف أنواعها سواء كانت قانونية أو اختارية أو محفظة القروض التي يقوم البنك التجاري بعادة إقراض هذه القروض مقابل فواهد على المستثمرين أو محفظة الاستثمارات في الأسلم والسندات وهي الاستثمارات طويلة الأجل أو استثمارات طويلة الأجل هذه الرسمة تبين أصول وخصوم والبنك التجاري وكيف يستخدم هذه الأصول والخصوم خلق النقود كنا نقول أن البنك التجاري كمن وظائف أن يكون وسيطا بين المدفرين والستثمرين إلا أنه تطور إلى مسألة أنه يستطيع خلق النقود ماذا يعني خلق النقود؟ رأينا فيما تقدمنا خلق الإثمان أو خلق النقود يعد من أهم وأخطر وظائف البنوك التجارية المعاصرة وأن اكتفابها لهذه الوظيفة إنها محصلة لسلسلة من العوامل والتطورات المتلاحقة منها واحد التراكم التاريخي للثيقة التي اكتسبتها البنوك وفي قدرتها على الوفاء بالالتزامات برد وداية الأفراد عند الطلب في أي وقت يشاءون فعندما وثق الأفراد بهذه البنوك وثقوا بالبيون الذي يكون بإخبارها هذا البنك أو يكون بالالتزام على ذلك هذا البنك هذه الثقاء كانت بمقابة الزمان الأساسي لإستخدار الأدراس لتعامل مع البنوك لأنهم إذا لم يتقوا بأن أموالا ستعود لهم لن يتعاملوا أساساً مع هذه البنوك عندما أدرس البنوك من خلال التجربة وارتغران المودعين لا يسحبون وداعهم كاملة في واقت واحد وأن ما يتم سحبه يعادل تقريباً حجم الوداع الجديدة والتي تتلقاها البنوك من مودعين آخرين بمعنى أن إجمال الوداع تقريباً ثابت لأن ما يتم سحبه يتم تعويضه من مودعين آخرين وإن ثلاثة قبول المتعاملين باستعمال أوامر الصرف كأداة للوفاء بالديون مكن البنوك من استخدام هذه الأدوات وأصدر تعهدات بالدفع بدلاً عن الدفع مباشر هذه الشيكات التي يقوم البنك التجاري بإصدارها بدل أن يسلم هذا الفرد مليون ريال انتقل الحساب من حساب فلان إلى حساب آخر مبلغ مليون ريال وكان هذا التنقل عبارة عن شيك مصادر من هذا البنك من فلان إلى فلان وبالتالي كانه ارتزام بالدفع إذا أراد الشخص الآخر استلام هذا المليون فيأتي ويستلم هذا المليون بكل سهولة ثم قيام هذه البنوك بخلق النقود بقيمة تفوق أضعاف ما لديها من وداع حقيقية المقصود بخلق الاعتمان هو قدرة البنوك التجارية على خلق نقود مصرفية تسمى وداع مشتقة أو نقود اعتمانية إذا خلق النقود تختلف عن الوداع الحقيقية التي ودعها الأفراد في البنك التجاري الوداع الخلق الاعتمان هي عبارة عن الوداع المشتقة من الوداع الأصلية وتسمى نقود اعتمانية تفوق بأضعاف قيمة الوداع الأصلية الحقيقية التي لديها شروط نجاح البنوك التجارية في خلق الاعتمان حتى تنجح في خلق الاعتمان لا بد أن يكون مستوى تقدم النظام المصرفي يكون هناك تقدم في النظام المصرفي ونضج في وعي الأفراد بالتعامل مع المصارف من حيث الإيداع واستخدام الشيكات في التعامل يعني أنه لا يوجد تسرب لنقود خارج الجهاز المصرفي تقدم مستوى النظام المصرفي ونضج الأفراد بمعنى أن الأفراد يعتمدون اعتماد كامل على التعامل بالمال عبر البنوك فإذا أراد أحدهم أن يسدد الإيجار أو يسدد مشتريات السوبر ماركت أو يسدد تكاليف المدارس فيسددها كلها عبر البنك من حساب فلان إلى حساب الجهاز الفلانية فهذا يعتبر تقدم النظام المصرفي ونضج وعي الأفراد بالتعامل مع الجهاز المصرفي إثنين لابد من وجود عدد من البنوك التجارية وليس وجود بنك واحد لأن خلق النقود يعني أن وداع البنك الأول ستأول إلى وديعة في البنك الآخر بمعنى أنه إذا كان في هذه المدينة بنك واحد ولا يوجد بنك آخر فلا يستطيع هذا البنك أن يخلق النقود المشتقة هذه النقود المشتقة لأن هذه الأموال المفترضة أنها تخرج من هذا البنك وتذهب إلى بنك آخر فلا بد إذن من وجود عدد من البنوك التجارية وليس وجود بنك واحد ثلاثة مدى رغبة البنوك في إعادة إقراط الودائع الأصرية فإذا كانت البنوك فإذا تحقق الشرط الأول تقدم النظام المصرفي من أفراد وواعي الأفراد بالتعامل مع الجهاز المصرفي وتحقق الشرط الثاني أنه وجد عدد من البنوك التجارية لكن الشرط الثالث لم يتحقق في عدم رغبة البنوك في إعادة إقراط هذه الودائع الأصرية في هذه الحالة فعملية خلق النقود ستتوقف إذن لا بد أن تكون هناك رغبة لدى البنوك في إعادة إقراط الودائع يمكن قياسها بسيادة السيد البنك فيما يتحلق بالاحتفاظ باحتياطي فائض أو نسبية الاحتياطي الفائض لديها وهذا ما سنعرفه لاحقا الاحتياطي الفائض هو عبارة عن إجمال الودائع ناقص الاحتياطي القانوني فإذا كان الاحتياطي الفائض فإذا كانت قيمة المبلغ المودع الفريال ونسبة الاحتياطي القانوني 100 ريال فإذا كان نسبة المبلغ المودع الفريال والاحتياطي القانوني 100 ريال إذن الاحتياطي الفائض سيكون 900 ريال بعد أن اختصمت نسبة الاحتياطي القانوني 10% ستكون في القيد كما يري خصوم 1000 ريال ودع جارية في المقابل أصول 100 ريال احتياطي قانوني 900 هي عبارة عن احتياطي فائض فإذا كان البنك لديه رغبة ضعيفة بالاقتراض سيتكون احتياطي فائض بمعنى أن هذه الأموال ستبقى موجودة في خزائن البنك ولن يتم إعادة استثمارها أو إقراضها للمستثمرين أما إذا كان البنك عنده رغبة في إعادة إقراضها فهي ستم تسجيلها لن تكون احتياطي فائض وإنما ستكون قروض واستثمارات قروض واستثمارات لأن رغبة البنك قوية في إعادة إقراض هذا المبلغ للأفراد والمؤسسات الأخرى من الشروط الأساسية سياسة البنك المركزي فإذا توفر الشرط الأول تقدم النظام المصرفي من نظر جوع الأفراد وتحقق الشرط الثاني وجود عدد من البنوك التجارية وتحقق الشرط الثالث أن البنوك التجارية لديها رغبة في إعادة الإقراض قد تأتي سياسة البنك المركزي وتعيق هذه البنوك في هذه العملية أو تقلل أو تحد من تأثيرها الشرط الرابع سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بأولويات السياسة النقدية ويستخدام نسبة الاحتياط القانوني كأدال تحقيق أهداف السياسة النقدية نسبة احتياط قانوني مرتفعة إذا فرض البنك المركزي نسبة احتياط قانوني مرتفعة فإن هذا سيؤدي إلى إضعاف قدرة البنوك التجارية على خلق النقود والعكس صحيح إذا قال لهم البنك المركزي أريد نسبة احتياط قانوني 10% فإن البنوك إذا كان لديه 100 مليون ستحتفظ باحتياط قانوني 10 مليون سواء في خزائنة أو خزائن البنك المركزي وتشتغل 90 مليون أما إذا رفع البنك المركزي إلى 30% فإن البنوك ستحتفظ بـ 30 مليون ولن تشتغل إلا بـ 70 مليون إذن أضعف البنك المركزي قدرة البنوك التجارية على إعادة الإقرار الشرط الخامس حجم الوداعي الأصلية فإذا تحقق الشرط الأول تقدم النظام المصرفي ونطج الأفراد وتحقق الشرط الثاني وجود عدد من البنوك التجارية وتحقق الشرط الثالث مدى أن هناك رغبة لدى البنوك في عادة إقراضها للوداعي الأصلية وتحقق الشرط الرابع أن البنك المركزي سمح لهذه البنوك أن تعد إقراضها وخفض نسبة الاحتياط القانوني الشرط الخامس وهو حجر الأساس في هذا كل إلا أن حجم الوداعي الأصلية الحقيقية كلما كانت أكبر كلما استطاع البنك التجاري أن يخلق مبارغ أكبر لعادة إقراضها وإذا كانت حجم الوداعي الأصلية الحقيقية قليل بمعنى أن الأفراد لم يضعوا أموالهم أو يتعاملوا مع المصارف إذن تعطلت العملية وكانت قدرة البنوك أقل في خلق النقود الإتمانية أهم شرطين نسبة الاحتياط القانوني وسياسة البنك التجاري بحجم الاحتياط الفائض أهمية الاحتياط الفائض واستخدماته لماذا البنوك التجارية تفرض احتياط فائض غير الذي تفرضه البنوك المركزية أولا لمواجهة عمليات السحبة اليومية المدعين إذا توقعت هذه البنوك التجارية أن تكون عمليات السحبة اليومية مرتفعة فإنها تقوم بفرض نسبة احتياط فائض أكثر وهذا بهدف ضمان سلامة المركز المالي للبنك اثنين التوظيف في مجال القروض والاستثمارات بهدف الحصول على الأرباح عملية خلق النقود عندما نرى كيف تتم عملية خلق النقود بافتراض أن البنوك لا تحتفظ باحتياطيات فائضة نجد أن في البنك ألف وصلت الوديعة الأولى مبلغ ألف ريال فسيتم تسجيلها في جانب الخصوم ألف ريال والإجمالي ألف ريال في جانب الأصول سيتم استبعاد نسبة الاحتياط القانوني مئة ريال ويبقى تسعمية هي عبارة عن قروض الإجمالي ألف ريال هذه القروض ستذهب إلى بنك آخر عبارة عن وديعة في بنك آخر هذه الوديعة الإجمالي ستسجل في جانب الخصوم تسعمية ريال الإجمالي تسعمية ريال في جانب الأصول سيتم استبعاد نسبة الاحتياط القانوني عشرة في المئة من التسعمية من التسعمية ريال هذه الوديعة التي وصلت للبنك باء إذن نسبة الاحتياط القانوني ستكون تسعين ريال ويتبقى من التسعمية ثمانمية وعشرة قروض هذه الثمانية وعشرة ممكن أن تذهب إلى بنك آخر وهكذا وهذه العملية تتم بالتواري ونرى كيف تم عملية خلق النقود في بنكين فقط إجمالي الوداع المشتقة خلق النقود في البنك الأول كان لدينا إجمالي القروض في البنك الأول كم كانت تسعمية ريال أما إجمالي القروض في البنك الثاني كم كانت ثمانمية وعشرة إذن الإجمالي من البنكين الفين وسبعمية وعشرة هذه الأموال هي عبارة عن الوداع المشتقة لو رأينا كيف ستكون عملية خلق النقود في البنوك التجاري لو كان عندنا عدد من البنوك وليس بنكين سنجد أن البنك الأول تلقى وديعة مقدارها ألف ريال سيقوم بإخراج الاحتياط القانوني 100 ريال ويتبقى لديه 900 ريال هذه التسعمية ريال ستذهب إلى البنك الثاني البنك باء سيخرج منها الاحتياط القانوني 90 ريال ويتبقى 810 ريال هذه الثمانمية وعشر ريال ستذهب إلى البنك جيم سيخرج منها العشرة في المئة 81 ريال وهي سيتبقى في البنك 729 ريال التسعمية وسبعة وعشر ريال ستذهب للبنك الرابع البنك دال ستدخل ودايع جارية 729 ريال سيخرج منها الاحتياط القانوني 72.9 سيتبقى 656.1 هذه 650.1 ستذهب للبنك الذي يليه وهكذا ستتوالى هذه العملية مع بقية إجمال البنك بنك من بعد بنك من بعد بنك حتى يكون إجمال البنك الأخرى 500 و 5904.9 الإجمال مع ما سبق سيتم ستكون 10 ألف ريال أما القروض التي أقرضتها هذه البنك ورمز لها بالرمز دي دي الوداع المشتقة والوديع الجارية رمزها دي إجمال الوداع المشتقة سنرى أنها وصلت إلى 9 ألف ريال وإجمال الاحتياط القانوني والذي رمز له هنا بالرمز سنجد أن إجمال الوداع الاحتياط القانوني ألف ريال الميزاني الموحدة للبنك التجارية إجمالا ستكون كما يري إجمال الوداع التي وصلت ألف ريال هذه وديعة جارية أصلية هذه الوداع الأصلية التي أودعها الأفراد الوداع المشتقة المصرفية التي استطاعت البنوك التجارية أن تخلقها 9 ألف ريال ووداع المشتقة الإجمالي 10 ألف ريال هذا في جانب الخصوم أما في جانب الأصول فسيكون الاحتياط القانوني ألف ريال أو القروض 9 ألف ريال واحتياطي فائض صف لأننا افترضنا أن هذه البنوك لا تحتفظ لا تحتفظ باحتياطيات فائضة بافترض أن البنوك لا تحتفظ باحتياطيات فائضة فلذلك فإن إجمال الاحتياطي الفائض هنا صفر نجد أن حجم الوداع الإجمالي D شرطة القانون يساوي الوداع الأصلية D على الاحتياطي نسبة الاحتياطي القانوني R D إجمال الوداع التي يستطيع البنك أن يشتقها من الوداع الأصلية نقوم بقسمة الوداع الأصلية على نسبة الاحتياطي القانوني فنجد أن D شرطة يساوي D على R D الوداع الأصلية الوداع الأصلية على R D نسبة الاحتياطي القانوني ممكن أن نخرج R D ويتبقى لدينا D مضروف في الواحد على R D عندما نقوم بالتعويض في هذا القانون فيكون لدينا الوداع الأصلية ألف ريال مقسومة على نسبة الاحتياطي القانوني عشرة في المئة في سيكون إجمال الوداع التي يستطيع البنك أن تخلقها مبلغ عشرة ألف ريال كأنها عشرة أضعاف المبلغ الأصري من الملاحظة أن مقلوب نسبة الاحتياطي القانوني واحد على R D ما هي إلا مضاعف النقود البسيط واحد على R D يعني يساوي واحد على واحد على عشرة في المئة يعطينا عشرة يعني عشرة أضعاف ولذلك نجد أن التغير في الوداع الدلتا D على التغير في الاحتياطيات الدلتا R كانت الوداع المشتقة المشتقة الد يمكن أن نحصل عليها بهذا القانون حجم الاحتياط الفاض E R على نسبة الاحتياطي القانوني E R على R D الوديعة المشتقة تساوي D الوديعة الأصرية ناقص R D الوديعة الاحتياطي القانوني مضروف في الوديعة الأصرية على الوديعة على الاحتياطي القانوني عندما نجد أن بعد أن وجدنا هذه التصفيات في هذه المعادلات أخرجنا ال D هذا هذا العبارة عن رقمين D ناقص R D مضروف في ال D على R D يمكن أن نصبح ال D على ال R D و ناقص R D مضروف في ال D على R D نختصر ال R D مع ال R D يتبقى لدينا R D على ال R D ناقص D ويمكن أن نخرج من هذا القانون نخرج ال D عامل مشترك من الطرفين من الطرف الأول D على R D ناقص نخرج منهما D عامل مشترك يتبقى لدينا بين القوسين 1 على R D ناقص 1 عندما نطبق هذا القانون الوديع المشتقة D D تساوي 1000 على 10% ناقص D الوديع الأصلية 1000 ريال 1000 على 10% تعطينا 10 ألف ناقص ألف تساوي 9000 ريال إذن الوديع المشتقة مبلغ 9000 ريال إجمال الاحتياطي D بتساوي R شرطة بمعنى أن الاحتياط القانوني يساوي الوديعة الأصلية سنرى كيف حصلنا عليها من القانون R شرطة تساوي R D ناقص R D مضروب في D الوديعة الأصلية زايد DD الوديعة المشتقة بتعبض عن قيمة DD R شرطة تساوي RD مضروب في D زايد D على RD ناقص D نختصر RD مع RD والD باللون الأخضر موجبة والD باللون الأحمر سالبة كل منهما يحدث الأخرى إذن يتبقى لدينا D إذن R شرطة يساوي D وإجمال بمعنى أن إجمال الاحتياطيات تساوي الوديعة الأصلية وساوت في مثال السابق 1000 ريال كما رأينا مثال أو دعا سامي أو دعا سامي حسن مبلغ 10 ألف ريال في حساب الجاري في بنك ألف الذي يتعامل معه فإذا علمت 10% وأن البنوك لا تحتفظ باحتياط فائض المطلوب واحد أوجد حجم الوداع الإجمالي في دفتر بنك أو حجم النقود المصرفية اثنين أوجد حجم الوداع المشتقة ثلاثة أوجد حجم الاحتياطي في البنك أربعة أوجد حجم الإتمان الذي منحه البنك الإجابة حجم الوداع نستطيع أن نحصل عليه من القانون D على RD إذن 10 ألف مقسومة على 10% يعطينا 100 ألف ريال إذن هذا إجمالي حجم الوداع بالكامل حجم الوداع المشتقة D على RD ناقص D فيصبح لدينا 10 ألف ريال على 10% ناقص 10 ألف 10 ألف 10 ألف على 10% يعطينا 100 ألف كما رأينا سابقا ننقص منها 10 ألف الوداع الأصلية يصبح لدينا 90 ألف ريال هذه إجمالي حجم الوداع المشتقة حجم الاحتياطي في البنك يساوي R شرطة تساوي الوداع الأصلية تساوي 10 ألف ريال حجم الاعتمال الذي منحه البنك حجم الوداع المشتقة التي خرقها البنك 90 ألف ريال أي أن إجمال الوداع المصرفية إجمال الوداع الوداع الأصلية زائد الوداع المشتقة 10 ألف ريال هي الوداع الأصلية التي وضعها سامي في هذا البنك 10 ألف ريال وتسعين ألف ريال هي المبالغ التي استطاع البنك أن يخلقها من هذه الوديعة الأصلية العشر الألف إجمالي الودايع العشر ألف تسعين ألف عبارة عن مئة ألف ريال هذه إجمالي النقود المصرفية تحليل شروط نجاع عملية خلق النقود عملية خلق النقود هي محصلة تفاعل مشترك بين البنوك التجارية في الجدول السابق رأينا هناك عشرة بنوك بمعنى وجود بنك وحيد ليس كافيا لخلق النقود المصرفية تفوق قيمتها قيمة الودايع الأصلية الحقيقية اثنين قدرة البنوك على خلق الائتمان تتوقف على رغبة البنوك ذاتها في القيام بعملية الإقراض أي أنها لا تحتفظ باحتياطيات فائضة أما إذا احتفظت باحتياطيات فائضة فإن عملية خلق النقود تتعثر نجد أن الخصوم ألف ريال الودايع المشتقة ستكون صفر لأن البنوك في هذه الحالة احتفظت بالودايع الفائضة ولم تعد ولم تعد إقراضها للآخرين في جانب الأصول سيتم التسجيل بهذا الشكل 100 ريال احتياطي قانوني و900 ريال احتياطي فائض وليست قروض إذن إجمالي 1000 ريال العلاقة عكسية بين حجم الودايع ونسبة الاحتياطي الفائض وكلما كانت نسبة الاحتياطي الفائضة عالية كلما انخفضت حجم الودايع المشتقة التي يمكن البنك أن يعيد إقراضها للمستثمرين وإذا انخفضت نسبة الاحتياطي الفائض فإن حجم الودايع ستكون أعلى عملية اشتقاق الودايع تتوقف تماماً عندما تقرر البنوك التجاري الاحتفاظ كاملاً بالاحتفاظ القانوني وهذا ما وضحه لنا هذا الجدول فالودايع المشتقة في هذا الجدول ساوت صفر ثلاثة البنك المركزي يؤثر على قدرة البنوك التجاري على خلق الإتمام من خلال استخدام نسبة الاحتياطي القانوني فعندما وجدنا أن الودايع المشتقة نستطيع أن نحصل عليها من هذا القانون D على R D ناقص D على 10% المعذرة هذه 10% ولاست 100% 10% لو كانت لو كانت 100% فإن الودايع المشتقة ستكون صفر إذا البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي إلى 100% فإن إجمال الودايع ستكون صفر إذن أما إذا كان البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي القانوني إلى صفر فإن نسبة الودايع المشتقة ستكون حجمها ما لا نهاية لأنه 1000 ناقص 1000 سيساوي 1000 ناقص 1000 سيساوي صفر بمعنى إلى ما لا نهاية ستكون إلى ما لا نهاية العلاقة عكسية بين الاحتياطي القانوني R D وقدرة البنوك التجاري على خلق الاعتماع نسبة الاحتياطي القانوني أحد الأدوات السياسية النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في تأثير على اتجاهات وتخصيصات الاعتماع قد يتساءل أحد لماذا طلعت النتيجة ما لا نهاية لأن الوديعة ستذهب إلى إذا افترضنا أن البنوك لا تحتفظ باحتياطي فائض فإن الوديعة الأولى ستدخل في البنك الأول 1000 ريال وستخرج إلى البنك الثاني 1000 ريال لأنه ليس هناك احتياطي قانوني وتستذهب إلى البنك الثالث 1000 ريال وبالتالي ستظل ألف بعد ألف بعد ألف ولذلك حصلنا على ما لا نهاية أربعة نطق جوعية الأفراد والجهات بأهمية التعامل من خلال المصارف لأنه إذا لم يكن هناك لدى الأفراد وعي والجهات الرسمية والحكومية بالتعامل مع المصارف وكانت كل تحاملتها مع المصارف فإن هذا سيؤدي إلى إخفاق هذه البنوك في عملية خلق النقود أما إذا كان لديها وعي فهذا يؤدي إلى نجاح عملية خلق الاعتمان يعني أن تسرب النقود خارج الجهاز المصرفي إذا كان هناك تسرب خارج الجهاز المصرفي فإن هذا يضعف قدرة البنوك على خلق الاعتمان كلما كان حجم الوداع الأصلية الحقيقية أكبر إجمال الوداع التي يضعها الأفراد والمؤسسات والشركات كلما كان حجمها في هذه البنوك كبيرة كلما كانت قدرة هذه البنوك على خلق الاعتمان بشكل أكبر والعكس صحيح لأنه كلما قلت هذه الوداء فمن أين ستأتي هذه البنوك بالأموال التي تعيد إقراضها للآخرين فنجد مثلا لو كانت كما رأينا في المثال السابق لو كانت الوداء الأولى ألف ريال وكانت النسبة 10% ألف على 10% طلعت عشر ألف ناقص ألف يساوي تسعة ألف ريال أما لو كانت ألفين يعني زادت الوداء وكانت بنفس القانون 10% احتياطي قانوني فسيظهر لنا عشرين ألف ريال ناقص ألفين الوداء الأصلية إذن 18 ألف نلاحظ أنه تضاعف المبلغ لتضاعف الوديعة الأصلية نشاط طلب الأفراد والجهات المختلفة على الاقتراض من البنوك التجارية يؤثر على فعالية البنوك التجارية في خلق الإئتمان فنجد في البنك الأول استطاع أن يعيد الإقراض سيتكون تسجيل الحسابات كما يلي في جانب الخصوم 1000 ريال وديعة الإجمالي 1000 في جانب الأصول 1100 ريال احتياطي قانوني و900 قروض لأنه استطاع أن يعيد إقراضها الإجمالي 1000 أما في البنك باء لو لم يستطع إعادة الإقراض فالوديعة الأصلية ستكون 1000 ريال يعني عليه إجمالي وداع إجمالي خصوم 1000 ريال أما في الجانب الأصول فسيتم تسجيلها بهذا الشكل 100 ريال احتياطي قانوني وهذا ما يفرضه البنك المركزي وأما 900 ريال لأنه لم يستطع هذا البنك إعادة إقراضها فستكون احتياطي فائض أو عاطل أو إجباري وبالتالي ستتوقف حملية خلق النقود توقفت حملية خلق الإئتمان عند البنك باء لأنه يواجه حالة طلب ضعيفة جدا جدا على الاقتراض تحول هذا الاحتياطي إلى احتياطي فائض أو احتياطي عاطل أو إجباري خلق النقود قراءة أكثر واقعية رأينا في ما سبق أنه الذي يؤثر على عملية خلق النقود بالنسبة للبنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني إلا أن هناك قراءة أكثر واقعية سنجد أنه في واقع الأمر أن هناك عوامل أخرى تؤثر على عملية خلق النقود هناك وجود نسبة احتياطي اختيارية بمعنى أن البنوك قد تفضل أو تكون وجهة نظر قيادة هذه البنوك أن تحتفظ بنسبة سيولة أعلى لأنها تتوقع سحبيات أكثر وهذه تحددها البنوك على إجمال الوضع الجارية بغرض إسباغ مزيد من الأمان على سيولة البنك ونرمز لها بالرمز R.A الثاني وجود نسبة معينة من التسرب النقضي خارج البنوك بمعنى أنه هنا ليس كل الأفراد يتعاملون مع البنوك وهناك تعاملات تكون بالنقود التي يتعامل بها الأفراد سواء كانت بالعملات الورقية والعملات المعدنية وهذا يعني تسرب خارج البنوك بسبب تفضيلات أفراد وعاداتهم في توزيع نقودهم بين وداع جارية ونقود متداولة أيضا هناك يوجد لدينا نسبة احتياطي قانوني على الوداع الآجلة البنك المركزي أيضا يفرض على الوداع الآجلة احتياطي آخر سماه رمز له المؤلف حفظه الله بRTD أيضا وجود تسرب نقضي بين البنوك يعني قد تكون هناك أموال سواء في فروع البنك الواحد أو البنوك المختلفة رمز لها بالرمز R-E R-I يعتمد على حجم عمليات البنوك وعدد فروعه ومدى انتشارها جغرافيا زائد حجم نشاط هذه الفروع فإذا كان كلما كان هذا الفرع نشط في عادة الإقراض فلن تكون لدي تسربات كثيرة أما إذا كان هذا البنك لا يستطع أن يشغل أمواله فسيكون لدي تسرب تمثلة بأموال موجودة في خزائن هذا البنك لما يستطع إعادة إقراضها للمستثمرين إضافة إلى الاحتياط القانوني الذي رأينا سابقاً ال-R-D الذي يفرض البنك المركزي على الوديع الجارية إذن سنجد أن القانون سيختلف تماماً عما كان سابقاً قانون الوديع المشتقة الذي رأيناه سابقاً ال-D-D الوديع المشتقة عبارة عن ال-D ناقص ال-D على ال-R-D الوديع الأصلية على نسبة الاحتياط القانوني ناقص الوديعة الأصلية أو بهذا الشكل ال-D يساوي 1 على R-D ناقص 1 هذا إذا كان لا يوجد لدينا إلا احتياطي قانوني فقط أما في حالة وجود العوام الأخرى فإن القانون سيكون بهذا الشكل بدل أن كان D على R-D فقط سيكون D على R-D الاحتياط القانوني وال-R-E الاحتياطي الاختياري وال-D وال-D C التسرب الذي يحصل خارج البنوك وال-R-T-D الاحتياطي الاختياري على الوداع الاختيارية وال-R-I النسبة التسرب النقضي بين البنوك إجمالي هذه النسب ستضاف إلى إجمالي نسبة الاحتياطي القانوني ثم نكمل القانون كما رأينا سابقا سيكون القانون بهذا الشكل بهذا الشكل أو بهذا الشكل مثال نفترض أن الوديع المشتقة الفريال والاحتياطي القانوني 10% والاحتياطي الاختياري 5% والتسرب خارج الجهاز المصرفي 10% والاحتياطي على الوداع الآجل 5% والتسرب في الجهاز المصرفي 3% فأوجد الوديع المشتقة نجد أن الحل سيكون بهذا الطريقة إجمالي الوداع المشتقة DD بيساوي 1000 إجمالي الوداع كانت 1000 1 على 10% الاحتياطي القانوني زائد 5% احتياطي اختياري زائد 10% التسرب خارج الجهاز المصرفي و 5% الاحتياطي على الوداع الآجلة و 3% التسرب في الجهاز المصرفي مجموع 10 و 5 15 و 10 25 و 5 30 و 3 يجب أن يكون 1 على 33 ناقص 1 فسيظهر لنا أن الواحد على 33 تصبح النتيجة 3 من 300 ناقص 1 مضروبة في 1000 يعطينا 2030 ريال بينما كانت في السابق 9000 إذن القراءة الأكثر واقعية خفضت هذه المبالغ المشتقة من 9000 إلى 2030 ريال ملخص الفصل عبارة عن مجمل ما تم التطرق إليه و في الأخير أسئلة الفصل السابع نسأل الله أن يكون في عونكم و نسأل الله أن نكون قد وفقنا إلى تبين مفردات هذه المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر